الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة وأتمنى أن تكون مفيدة وقد تعرفنا طبعا بالتعبير الكتابي طبعا الوحدة الثانية أسبوع التاسع توسيع فكرة بالأمثلة نعم توسيع فكرة بالأمثلة نعم فكرة الانطلاق الممتلكات العامة ملك لنا من حقنا الاستفادة منها ومن واجبنا الحفاظ عليها نعم الممتلكات العامة ملك لنا ومن حقنا الاستفادة منها ومن واجبنا الحفاظ عليها نعم أتوسع في التعبير عن الفكرة في حدود أربعة أو خمسة أسطر نعم أخطط وأسعد لتوسيع فكرة أوسع الفكرة عبر تمديد جملة نبع النواة كما في هذه المثال المدرسة بيتنا الثاني سنتوسع فيها طبعا المدرسة التي ندرس فيها كل صباح ومساء بيتنا الثاني ثم قد أقول المدرسة التي ندرس فيها كل صباح ومساء وما تضمه من فصول وساحة وحديقة وملاعبة هي بيتنا الثاني إذن قمنا طبعا بتوسيع فكرة أتمم الممتلكات العامة التي نستفيد من خدماتها وما تضمه من مرافق عمومية كالشوارع الحضائق المساج وغيرها وما تضمه من مرافق عمومية ملك لنا نعم سنرى هنا الإجابة هي الممتلكات العامة التي نستفيد من خدماتها وما تضمه من ماذا من شوارع ما عندي لسه كل شيء ولكن على بعض شوارع حضائق ملاعب مدارس مستشفيات مساجد مكتبات نواد عمومية وسائل النقل والمواصلات إذن هذه قد نقول الممتلكات العامة التي نستفيد من خدماتها وما تضمه من شوارع وحضائق وملاعب ملك لنا أو نقول وما تضمه من مستشفيات مساجد ومكتبات ملك لنا مهمة مجموعة من الخيارات هنا قلنا أنجز المحاولة الأولى لتوسيع فكرة بالشرح أصوغ جملاً باستعمال الأفكار الآتية التي أتوسعها في شرح الفكرة فنقول الممتلكات العامة ملك من حقنا لاستفادة منه طبعاً التلاميذ يستفيدون من مرافق المدرسة ما هي مرافق مدرسة؟ مثلاً الساحة دورة المياه المكتبات المدرسة الأطفال العامون في فضاءات الميت أين يلعامون الأطفال؟ طبعاً فضاءات مثلاً في الحضائق في الملاعب الرياضية في الساحات العمومية الناس جميعاً يتمتعون بالتجول في أين تجول الناس؟ طبعاً في الشوارع المدينة طبعاً في الحضائق نعم ها هي عدنا الجواب دي لها نعم هنا هي التلاميذ يستفيدون من مرافق مدرسة مثل الساحات الملاعب الرياضية دورات المياه من مرافق مدرسة نعم يستفيدون من مكتبات المدرسة الأطفال يلعبون في فضاءات مثل الحضائق الملاعب الرياضية نعم الناس جميعاً شوفوا دي الناس جميعاً هايا الناس جميعاً يتمتعون بالتجول في الشوارع والحضائق العامة هنا دي الواجبات الممتلكات العامة ملك لنا من واجبنا الحفاظ عليه نحافظ على مرافق مدرسة فلا نكسر الزجاج فلا نخربها ولا نعفت بها نصون فضاءات اللعب طبعاً فلا نرمي النفايات أو القمامات مثلاً عدنا لا لا أعبر الطريقة إلا من الممر الخاص للراجل عندما نتجول في الشوارع طبعاً ولا نرمي طبعاً الأحجار في الشارع سنرى ها هي هنا عدنا نحافظ على مرافق مدرسة فلا نخربها ولا نعبت بها يعني عدنا تكسير الزجاج والأبواب نصون فضاءات اللعب فلا نرمي خطأنا فلا نرمي القمامات فيها ولا نقطع أو أزهار الحديقة لا ندوس النباتات بأرجلنا طبعاً ملك لنا ومن حقنا الاستفادة منه فالتلاميذ يستفيدون من مرافق المدرسة مثل الساحة قلنا المكتبات دورة المياه وغيرها والأطفال يلعبون في فضاءات مثل حديقة العمومية أو الساحة العمومية أو الملائب العمومية والناس جميعاً يتمتعون بالتجول في الحضائق والشوارع ومن واجبنا الحفاظ على الممتلاكات العامة فلنحافظ على مرافق المدرسة فلا طبعاً فلا نكسر زجاجها ولا نرمي النفايات وسط الساحة ولنصن فضاءات اللاعب فلا نرمي الأحجار في تلك الفضاءات ولا نخرب طبعاً نخربها ولا أعب ولا نعبر الطريقة إلا عندما مر الرجل عندما نتجول في الشوارع ولا طبعاً نرمي النفايات وضعاً نعم هذا أقول هنا ولا أسير وسط الطريق عندما نتجول في الشوارع ولا أسير نسير وسط الطريق عندما نتجول في الشوارع ولا نرمي الأحجار وسط الشارع نعم هذا الجواب هذا الجواب نحن ندرنا وحد مجهود نعم هذه إن الممتلكات العامة التي نستفيد من خدماتها وما تضم من مرافق عمومية ملك لنا ومن حقنا الاستفادة منه فالتلاميذ يستفيدون من مرافق المدرسة مثل الساحة أو الساحة المدرسة ودورات المياه والمكتب مكتبة المدرسة والأطفال يلعبون في فضاءات مثل الملاعب الرياضية والحضائق العمومية والناس جميعا يتمتعون بالتجول في الشوارع والحضائق ومن واجبنا الحفاظ على الممتلكات العامة فلنحافظ على مرافق المدرسة فلا نكسر دجاج النوافذ ولا نكتب على الكراسي والجدران والطاولات ولنصن فضاءات اللعب فلا نرمي القمامات فيها ولا نخربها ولا نعبر الطريق إلا من الممر الخاص طبعا بالراجلين عندما نتجول في الشوارع ولا نلوت حضائق العمومية وقد أقول ولا أسير وسط الطريق إلا نعم ولا أسير وسط الطريق لا ألعب وسط الطريق لا ألعب وسط طريق هذا بالنسبة طبعا قنا شيء سؤال آخر نعم ذاك الإنجاز طبعا نقوم بتعديله والصحيحه مع طبعا التلحيل ترجمة نانسي قنقر